بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في حلقة اليوم سوف نعرف كيف نرسل رسائل بريد الالكتروني الى مجموعة من العنوين البريدية دفعة واحدة لدي هنا على سبيل المثال ملف اكسل بيحتوي على قائمة من العنوين البريدية هنا في العمود الاول الايميل اما العمود الثاني هو اسماء الاشخاص الذين سأرسل اليهم هذه الرسائل بنغلق ملف الاكسل قبل ارسال هذه الرسائل يجب اعداد الايميل الخاص بالراسل هنا عندي جوجل هستخدم الايميل الخاص بالجيميل وبدخل هنا طبعا سبق ان انا عملت ساين ان توقيع دخول هنا اجد هنا ان اعدادات جوجل تحتوي على البريد الالكتروني الخاص به بدخل هنا على myaccount.google.com security واضغط هنا على enter من خلال المستعد بدخل على security التاب الخاص بالsecurity واخد هنا وانزل لي للسيكيور اب اكسس يعني السماح بالوصول لتطبيقات اقل في الامان لانه بيعتبر اي اكواد خارج مناصة الجوجل هي اكواد يعني ممكن بتستخدم لاغراض غير امنية فانا بدي للسيكيور اب اجد هنا هذه الخاصية افتراضين غير مفاعلة اضغط هنا على off وغيرها من off الى on اغيرها اللو ليس سيكيور اب اف اجعلها on يعني اسمح للتطبيقات اقل امان تستخدم الايميل في ارسال رسائل دي البريد الكتروني واغلق المستعرض واتجه هنا للملف الذي يحتوي على هذه الداتا البريد الكتروني واضغط click من copy واضغط على project tab وclick هنا يمين واختف paste لصق اوكي وضعت الملف الذي يحتوي على عنوين البريد الالكتروني داخل ملفات المشروع حتى يسهل استخدامه بعد كده نضغط على terminal ونثبت مكتبة pandas بنكتب هنا pip install pandas ونضغط مفتاح لدخال enter لكي يقوم بتثبيت مكتبة pandas واجب ان يكون السيستم متصرا بالانترنت هنا اعطاني رسالة requirement to read satisfied اي ان هذه المكتبة تم تثبيتها في جلسة عمل صادقة نغلق نفذ terminal وبعدها بنستورد المكتبات التالية في السطر الاول import pandas وبدال الاسنين pd في السطر الثاني import smtp library وهذه المكتبة خاصة بارسال البريد الالكتروني في السطر الثالث fromemail.mem .multipart import mem multipart لان هنا سانشئ بريد الالكتروني متعدد الاقسام في السطر الرابع fromemail.mem .ticket import mem text في السطر السادس اكتب هنا اسم server server الخاص بالجيميل server يساوي smtp .gmail.com بين single codes في السطر السابع بكتب هنا اسم الport الذي سوف يستخدم في ارسال الرسائل وهو الport 587 في السطر 8 from فبكتب هنا اسم email الراصل الذي سوف يرسل هذه الرسائل عن طريق gmail وطبعا انا سبق غيرت الاعدادات الخاصة به وهي النواة يسمح بال list secure application تطبيقات الاقل لامان ان ترسل رسائل بريد الالكتروني باستخدام هذا الuser name بعدها احدد الpassword متغير خاص بالpassword بين single codes وبعدها هنا احدد السيرفر يساوي smtplibrary.smtp استخدم السيرفر الذي ادخلته في السطر رقم 6 واستخدم الport في السطر رقم 7 وهو الport رقم 5 8 7 في السطر رقم 12 احدد مستوى debug level فبكتب server dot set debug level 1 بعدها في السطر رقم 13 بكتب server استخدم dot e h l o استخدم هذه الخاصية في السطر رقم 14 بكتب server dot start tls اي خاصة ب transport layer security يعني استخدام SSL او استخدم tls وهو خاصة بعملية تشفير الرسائل وعمليات الامان في السطر رقم 15 server dot log in هنا اعمل خطة الدخول log in من خلال email اللي هو موجود في المتغير from و password الموجود في المتغير pass بعدها هنا في السطر رقم 17 email underscore list قائمة عنوين البريد الالكتروني موجودة داخل ملف excel فاستخدم هنا bd التي ترمز لمكتبة panda واستخدم منها المسود read excel واحدد هنا اسم الملف الذي سيقرأ منه قائمة البريد الالكتروني وقائمة الاسماء بعدها في السطر رقم 18 افتح هنا متغير اسمه names يساوي email list email list اضعه بين square brackets ان يأخذ بياناته الخاصة بالاسماء column header الخاصة به name اي ان names هذه المتغيرات تأخذ القيام من العمود column header الخاص به name اما في السطر اللي بعده emails هنا يأخذ emails او بيانات الخاصة بالemail من المتغير email list من column header email اي ان يأخذ هذه القيام من هنا من email اي من هنا في السطر اللي بعده رقم 21 افتح متغير اسمه message واستخدم هنا من multi port هذه الفيتشر الخاصية اللي هي انا سبق عملت لها استرهاد في السطر رقم 3 بعدها استخدم message وافتح وحدث subject الموضوع الخاص بالرسالة invitation family دعوة لاعضاء الاسرة او اعضاء العائلة family meeting ad for post radio في السطر 23 بحدد هذه الرسالة from من وحدد هنا الشخص الموجود كuser name في المتغير from الذي بضع بداخله اسم الuser name في السطر رقم 24 بعمل هنا اتريت through the record ان هنا يعمل سلسلة دوران داخل record السجلات اي داخل سجلات الاميلات هذه يعمل اتريت يبدأ من الاول حتى نهاية السلسلة وكذلك في record الخاصة بالاسماء بعدها في السطر رقم 25 بستخدم حلقة هنا looping داخل الاميل اي قائمة البريد الالكتروني التي حدثتها في السطر رقم 19 لكي يحصل على الاسماء والاميلات فافتح هنا متغير name يساوي names i يعني يحصل على المتغير name اسم كل صاحب بريد الالكتروني بعدها احدد email message احدد رسالة هنا الرسالة اللي هو الخاصة بالرسالة او محتوى content بكتب هنا greetings مع تحياتي slash in slash in this here new line new line صف جديد صف جديد account reminder to join our November family meeting ده تذكير انك تلطح باجتماع بافراد الاسرة في شهر نوفمبر وبعدين slash n يعني new line new line regardless مع اطيب 8 في السطر الى اعمل attach للمسج فبكتب message dot attach واستخدم هنا الميم text الموديل الخاص بالميم text والحق بها المسج الرسالة المكتوب في السطر 28 كplane text واضح هنا single code plane يعني plane text يعني نص صريح في السطر 30 بكتب server dot send email from from هنا بتحتوى على اسم username او email الخاص به وهنا email سيرسل ال email اللي انا سبق حددته في الخطوات السابقة رقم 27 وبعدها message as string وادخل هنا الرسالة كنص بعدها هنا print email sent بعد الانتهاء من ارسال email واتحادد هنا تعمل اتريد اللوب اكتب لي رسالة email send بعدها نقفل server فنكتب server dot close لنجرب هذا code نضغط على run بدأ هنا في ارسال email ات بيديني هنا send reply send reply وكذا اعطاني هنا email send اي تم ارسال email لكل القائمة الموجودة داخل ملف الاسل ارسل اليهم رسالة واحدة لجميع الاميل الموجودة ك package دفعة واحد لنرى ذلك بنفتح مستعد google لكي اتأكد من ارسال الرسائل افتح google ونذهب منه الى gmail نضغط في وصف وصف الفيديو ان شاء الله حتى يمكن ارسال رسائل بريد الكتروني الى مجموعة من الافراد package مرة واحدة في مجال خاص بالدعاية والاعلان او التواصل او عقد اتماعات لجمعية عمومية او غيره من الاغراض الخاصة بالتواصل السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله